دائما عندي بالمبادئ لما اريد اشتغل على ايشي عندي تلف شغلات حسابية اساسية لازم انا اخليها يبالي هاي طبعا من بدأت السنة ولا حد لنهاية السنة هيا رح اظهر نفسه اول شي اكو فورس تريمز يعني كالكوليشن فورس تريمز اثنين كالكوليشن فور وان يونت وثلاثة كالكوليشن فور مالتي يونت احنا فورس تريمز يعني الستريم الواحد اللي ديدخل عدي باليونت او بالوحدة المعينة يحتوي على مواد هاي الحسابات مالتي شنية مثلا عندي اني ستريم بكمية بنزين 0.6 او 60% وتولوين كمية ايضا تولوين بي النسبة والتوتال مالتي 1000 كيلوغرام ايضا تولوين مالتي كلية يساوي كمية البنزين زاداً كمية التلوين ويساوي كمية البنزين هي نسبة البنزين في الكمية الكلية زاداً نسبة التلوين في الكمية الكلية دعنا نجي الكمية الكلية أنا عندي ما أعطي ألف يساوي كمية البنزين 0.6 في الكمية الكلية دعنا نرمز الهتي مثلاً اللي هي ألف زاداً نسبة التلوين اللي هي ما عندي عفونا تلوين لازم في ألف رح تطلع عندي نسبة التلوين آني 0.4 نسبة التلوين ستساوي 0.4 وكميتها 0.4 في ألف هيا كل حسابات للستريم واحد فقط عندي حسابات أخرى اللي هي تحتمد على الفراكشنز أنا أعرف مجموع النسب يساوي واحد فاني أقدر من البداية أقول بالستريم الواحد الآن المجموع المجموع المولات مالتهو يساوي واحد يساوي ننه بنزين زايداً X طلو 20 1 يساوي نه 0.6 زايداً XT صعب 0.4 لسه أخلي على بالي شغلتين أقدر أسوي حسابات لكميات المواد وأقدر أسوي حسابات لنسب المواد أيضاً للستريم الواحد مجموع النسب لازم يساوي نه 1 والكمية الكولية للستريم هي مجموع كميات الأجزاء للمواد اللي يحويها الستريم في حال يحوي أكثر من موادة 3 مواد نفس الشي 3 مواد 4 مواد نفس الشي 4 مواد وهكذا